أكد المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيانه الختامي عقب اجتماعي في فيينا أن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع على طول الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم المحتلة وفي مناطق محددة في إقليمي لوهانسك ودانياتسك داعي الروسيا إلى بذل قصار جهدها لتهديئة العضع وجاء في البيان أن الاتحاد يشعر بالقلق إذا تدهور الوضع الأمني على خط التماسي في الدنباس وبالأخص بعد تزايد حدت القصف عن ما كان عليه قبل دخول وقف إطلاق النار حيث التنبيه في يوليو 2020 يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إذا تدهور الحالة الأمنية في منطقة الصراع المصحوب بتصاعد الخطاب العدواني للاتحاد الروسي تجاه أوكرانيا سنواصل مع الشركائنا مراقبة الوضع بالقرب من حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة ونشعر بقلق بالغ إذا وجود قوات ومعدات عسكرية روسية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من روسيا إلى ذلك أعلنت قيادة القوات الموحدة الأوكرانية في بيان أن الجماعات المسلحة غير الشرعية انتهكت وقف إطلاق النار أربع عشرة مرة خلال اليوم الماضي استخدمت في أربعة منها الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك وفاد البيان بأن الجماعات المسلحة استهدفت بقذفات القنابل من مختلف الأنظمة والمدافع الرشاشة ومدافع الهون مدن وبلدات أفديفكا وليبيدينسكي ويوجني وكاترينوفكا وباباسنا وكراسنا هاريفكا كانت تقرير بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليوم الرابع عشر من نوفمبر رصد ثمانمائة وثلاثة عشر انتهاكا لوقف إطلاق النار في إقليم دانيتسك إضافة إلى تسجيل خمسة وثلاثين انتهاكا في إقليم لوهانسك